مع الساعات الطويلة على شبكات التواصل عبر الهواتف المحمولة لم يعد شحن الهاتف يكفي للمدة الزمنية المطلوبة لذا تمت الاستعانة بجهاز شحن الخارجي الباوربانك ونكن كيفية اختيار الشحن الخارجي وتمييزه عن المقلد بات يحير الكثيرين لهذا يعاني البعض أثناء شراء الشحن الخارجي معرفة الأصلي منه والمقلد ولمعرفة المزايا والنقاط الأساسية للجهاز الأصلي أولا سعة طاقة الجهاز أما إذا وجدت ساعات مختلفة فهذا يعني أنه غير أصلي وثانيهما شكل منافذ الـ USB ووحدات الإضاءة لو نظرت إلى الأصلية منها لا تكاد ترى الحواف الداخلية لهذه المنافذ والعكس في الأجهزة المقلدة وثالثهما طريقة كتابة البيانات والمواصفات على جهاز الشحن حيث ستجد أن الخط المستخدم في كتابة البيانات والمواصفات على الجهاز الأصلي هو خط خفيف قريب إلى اللون الفضي وأخيرا نوع البطاريات المستخدمة وطريقة التوصيل باللوحة الأساسية المصممة بشكل احترافي بينما في ذلك الأجهزة والبطاريات المقلدة يتم فيها استخدام أسلاك ضعيفة وبشكل بدائي ترجمة نانسي قنقر